أول مبارح فريقنا نازل بفندق النواعير أنا في الإغراض بالفندق كان بدي استلمون وكذا وهيك فندق إي ماتة فندق إقامة لعبين نادي تشرين جيت على الفندق التقيت بلاعبين طبعا إني أصدقائي كتير يعني وهيك مزح وضحك تعرف أنت لعبين إلا تقوز خاصة فيها يعني قاعدوا عندي الجماعة تموشي ساعة قالوا فيه شخص بدو يلتقي فيك وكذا وهيك من هالشخص خلي يتفضل وهيك عجل الشخص قاعد معي مرحبا كابتين كيفك أخبارك والله يمكن أول مرة يعني بشوفه بالرياضة يعني مع احترامي لإسمه الكبير أهلا وسهلا فيك اتفضل قال لي كابتين بدنا المباراة قلت له شون يعني ما فهمت أنا صرت أتضحك يعني اللعب عم يتضحك ومو يعني قال لي شلون ما كان يكون يعني المبلغ اللي بدك يا ما بعرف شو قلت له أنت إذا عم تحكي عن جد مشان أعرف جاوبك قال لي لا ما موضوع جد وهيك يعني شافني أنه عملته بالرسمي قال لي بس كابتين شلون بدنا ناخد مباراة وكذا وهيك قلت له بدك مباراة أخذها بسيفك ما تاخذ ليها بغير مواضيع يعني طبعا هذا الشي اللي صار معي أنا كشخص في اللاعبين اللي كانوا متواجدين معي طبعا حملوا حاله وانطلقوا قالوا لي خلوني أني وهان رجع قام الشخص شال مصاري وقدم لي إياهم قال لي هذا رعبون صداقة ورعبون محبة ومني إلاك وهيك ومالي بالمباراة نربح نخسر أنا ما نضد فطبعا أكيد أنا شلت المصاري ورجعت ليها قلت له زبدك تعطيني هالمصاري رعبون محبة وصداقة عطيني إياهم بعد اللاعبين ما يلزموني هلا قبل اللاعبين قال لي أنا بحبك وكذا وهيك قلت له ميت أهلا وسهلا فيك قلت له أنا لا تواقصني بالكلمة وقد حكيتني موضوع بيع وشراق قلت له أنا احترمتك لأنه أنت عندي بالغرفين غير شخص كان سمعته كلام ما بليق باسمه طبعا هذا كل شي صار معي وأنا سأتطرق الموضوع لاتحاد كرة القدم أنا جاهز وأنا ما عندي مشكلة وطبعا إذا لاحظت على شغلة اللاعبين اللي كانوا متواجدين بالغرفين هنه اتنين اللي يسجلوا علينا طبعا بعدها الموقف قالوا لي حلال عليك وما قصرت بالفعل أنت رجال وقد حالك يعني قلت لهن ألف مبروك وأنتو كمان ما قصرتوا لأني تكون صافي الله أكرمكم باللعبة وسجلتوا طبعا هنه كانوا متواجدين معي بالغرفة يعني على هذا الحديث أنا ماني ضد ألف مبروك لتشري ولجمهور تشري ولنادي تشري رغم أنه نحن كنا خسرانين نزعلانين على الموضوع بس والله باركت له أنه فرحت أنه يا أخي ممكن عالم ما تعرف شو الموضوع شو المشكلة عالم كل فهمة الموضوع غلط أن الموضوع على الحكم على هيك لقد قلت لا موضوع هذا كل ياتو ما بيخص موضوع حكم بيخص موضوع بيع وشراء ويعني ما بعرف شو بدي أحكي لك أنا مستعد ما عندي مشكلة حتى في شهود في شهود اثنين يعني موجودين على الحديث شكرا شكرا يا رياضي أنا واحد من الناس قلت لي كل من عندي إذا طار في حكي وطار في طلبون الجماعة l resulting跟我 بالحكي قال اي يعني قاعدنا بالغرصة احسن والشيخ عنده علم محمده حاكم الموضوع وهذا رئيسنا بكم حتى حاكم مع الشيخ بضل والشيخ بضل شو قايله قايله انا ما بتدخل مع العيبة ما علي علاقاتها الحاطو الظلم حسب يضطرق الطبابي انا رفتني شو ورديت له قلت له مو نحنا المنبيعون ان شاء رأونتك بموجود يعني تعرف الشخطج يعطيك مطاري ويغريك يقول لك خيو بتنا اللعبة شو معناتها يعني انت منقول شي في اقضينا الشغلة في البيع وشانا تطلع مني انت حتى حمدك موجودين يا شعبو يا باطل يا رعب بطل انا انا حق الطبيعي ما يجي حاكيني بموضوع مطاري او مطاري انا يا جوينك انا ما يهمني مطاري اللي انت تسلوهيك والعالم حكستهيك ومحد احكي عليك حرب ليس تقول اي شو قصي لاتحرب يا باطل ان العالم لا تخوني انا باقي الطريعة العالم جانب يا باطل يا باطل يا باطل يا باطل يا باطل انا شبط الطابة اتبعوه خمس دقائق ومداخل الطابة او حي بيعوني اللعب يطل انت باي على المباراة انا بدي بري حالي كمال يا اخي او تباو نرجع نذكر المشاهدين صارت القصة بتعليق او ببوست للعب انو نوضح شو مرزل نعنا البوست او التعليق انو اذا بدك تاخد مباراة فاخدها بسيفك وبارض الملعب هذا كان البوست اللي تلل المباراة والتعليق اللي علق فيه اللي اتهم بعض الاشخاص بمحاولة دفع المال للتخازن اتابع هذا الموضوع بسمعنا تصريح نادي تشرين اليوم لازاعد شام اف ام انو التسجيل الصوتي المنتشر لللاعب ليس الا هو تسجيل فيه مزاح بين اللاعبين حول المباراة وفي المزاح يطالبون شعيب العلي انه لا يلعب بجده وكأنها مباراة كأس عالم فهذا التصريح رئيس نادينا يقول مزاح فهذا الشيء شو بد تحكي عنه برأيان شعيب العلي تعاقدنا معه وتعاقدنا مع كل اللاعبين اللي جبناه اللي على النادي كان هو اول شغل احنا من العلم لللاعب اول اي لاعب بجي لنادي طلع انه هذا ناديك وهذا عرضك وشرفك وكرامتك وهذا الشعابك تحافظ عليه نعم وكان فيه قسم دائما انا كلما اتعاقد مع اللاعبين كلما اتعاقد مع اللاعبين نجتمع كل اللاعبين نقسم قسم يمين بالله انه نحافظ على شعار نادينا مثله مثل ابن النادي نعم ونحن دائما ما نميز لا لاعب من برأ النادي ولا ابن النادي الى انه هو يمثل النادي ويمثل الجمهور كله هاي اول شغل بالنسبة بالموضوه هذا تماما انا اقرب الناس لللاعبين انا اقرب الناس لللاعبين كلما يعرف هذا الموضوع هذا الشكل بشكل خاص بشكل عام باي شغلة اي لاعب تصرفها لازم يحطنه فيه بالصورة لازم يعني اشرح لي الوضع بشفافية بالنسبة لللاعب شوهي بالعلي بليلته بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق بلغني طبعا اجلا عندي محل ما انا قاعد بفندوق اجلا عندي قل الموقف صار معي انه الاستاذ طارق اجلا عندي المعباسل ومعحمدكو وعرضوا عليه كذا وكذا وكذا بعد خمس دقائق قلت له الموضوع لا توتر حرك فيه نحن نعرف شو عنا رجال وانت من رجال واذا هذا فعلا هذا الحدث فعلا صاير ومتعرض لك فنحن كادارة وكجماهير منحييك لانك فعلا انت رجال والرجال مواقع هذا المفروض اي لاعب شوف لو انه مو قيل لي شعيب قبل المباراة وبلحظت قيل لي قيل لي بعد ما تنتهي المباراة فانا عندي اشارة ضرب على شعيب مو بس علو شعيب يجب اللعب انه يبلغني قبل المباراة وهذا اللي صار هذا اللي صار بلغني شال المسئولية عنه حطه على عاتق الادارة حطه على عاتق الادارة بلغني بليلته وبلحظته لانه انا بحكيك بشفافية بصراحة اذا انت بلغتني بعد انتهاء المباراة انه انعرض عليك كذا انا لازم حاسبك وشك فيك لانك انت ما بلغتني معاة انت بكون وعدينك وما عطوك فانت حاولت انت تبلغ عنه حاولت انت تبلغ لانه انه انه ما عطوك طيب نوتوت نظام هما انت بلغتني فورا فلغتني فورا بالقصة وبالقضية فانا هذا موقف اللاعب يشكر عليه لانه فعلا هو قد القسم خصد بعض الاسئلة شو سر زهاب اللاعب شو عيب العلي الى مكان او فندق اقامة فريق تشرين قبل المباراة ببضوع ساعات يعني قبل اقل من 24 ساعة هو يرى هنا شو السبب اول مبارح فريقنا نازل بفندق النوعير انا في الاغراض بالفندق كان بدي استلمون وكذا وهيك فندق اي ماتا فندق اقامة لاعبين نادي تشرين انا رح كون صريح معا تماما وطبعا ان شاء الله انا دائما بيقول صريح هيك اعتبنا عليك يعني على شاشات تلفزيون على شاشات ما في مشكلة شعيب العلي هو مقيم ونزيل فندق اي ماتا الرجل اللاعب نحن مستاجرين له فندق اي ماتا تعرف انه هو الفندق انا نحن نازل اللاعب عنا بالغرفة هو بعد العشاء بعد العشاء رجع يجيب غراضه رجع نسيان غراضه الخاصة فيه يعني نسيانه رجع يجيبه من غرفته غرفته موجودة بالفندق يعني هو ما انه مو مقيم بالفندق وتقصد يروح للفندق لو ما له غراض ورقم غرفته مية واثنين يعني رقم الغرفة موجود ومحجوز من شهر كنا قلنا انه هو فعلا قصد يروح لجماعة تشرين وهذا الشي هو فعلا قصد يروح بمجرد دخوله لغرفته وياخد حوائجه ويقعد اجوج لاعبين لعندقه طبعا هذا بصريح منه جيت على الفندق التقيت بلاعبين طبعا اني اصدقاء كتير يعني وهيك مزحوا الضحك تعرف انت لاعبين الا طقوس خاصة فيها يعني طارق زيني رئيس نادي تشرين اتهم شعيب العلي بتصريحه اليوم كمان لازاعة شام اف اين بتقديم بان شعيب قدم مباراة سيئة فاصبحت شماعته نادي تشرين ليخرج من المأزق الذي اتهموه فيه جماهير نادي الطليعة وصرح انه شعيب العلي انه مباراة تشرين والطليعة الجمهور مباراة من محجم هو شعيب العلي اقول لك ليش الطر هو ينشر الفيديو هانت تماما رح نسألك ان ليش شو سبب خروج اللاعب بهذه المادة العلانية بعض الناس بعض الناس مدون ذكر الاسماء خونت شعيب العلي من الجمهور او من داخل النادي بدنا نحدد انه كلام الجمهور لا يرد عليك من داخل النادي خونوا شعيب العلي ليش ترك الفندق وراح على فندق يعني صار عندهم شيء ادارة صار عندهم شك انه شعيب العلي ليش راح على فندق اما انت شعيب العلي الحمد لله شعيب العلي ما اخطأ بس بدي عطب تحقيق بالاتحاد كروت قدم مختص بهالموضوع وفي عنده كل انسان عنده وسائق يقدمها تماما واي اجراء يتخذ بالاتحاد الرياضي ينفذ نحن تابعين لاتحاد كروت قدم وبالنهاية اتحاد ادرا بهالامور وهو مختص بالتحقيق بهالموضوع ونحن بعثنا اللاعب طبعنا على الشام حاليا بعثنا مع عضو ادارة احمد سمان مدير فريق بعثنا على الشام لجل التحقيق بناء على طلب اتحاد كروت القدم طبعا بناء على بلاق اتحاد القدم انه بكرة ساعدة يكون هو متواجد باتحاد كروت القدم طيب في حد اتحاد كروت القدم تواصل مع ادارة نادي الطليعة على ضوء هذا الموضوع؟ اتحاد كروت القدم تواصله مع ادارة وليد حداد ليبلغوا فقط ليبلغوا انه لازم بكرة يكون باتحاد كروت القدم